تقارير الدولية التي نشرت خلال الساعات القليلة الماضية كشفت السطارة عن حاجة غريبة جدا كشفت السطارة عن أسرار الحرب الاقتصادية التي خاضتها روسيا في مواجهة حزم العقوبات المتتالية اللي فرضتها دول الناتو في مواجهة روسيا وإزاي روسيا حققت انتصارات غير عادية في الحرب دي تخيلوا حضرتكم أن التقارير دي توصل للمرحلة دي إلى درجة أن هي تشيد بأداء روسيا على المستوى العسكري وعلى أيضا المستوى الاقتصادي مش كده وباس التقارير دي نفس التقارير دي أيضا كشفت السطار عن الانفجارات والصراعات التي بدأت تشتعل داخل بدأت تشتعل داخل أوكرانيا نفسيها تعالوا بنا نعرف التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلا وسهلا بحضرتكم معكم أحمد عبدالعادي من قناة مصر حضرتكم التقارير الدولية دي التي تضمنتها كل وسائل الإعلام الدولية ونشرتها وكالات الأنباء العالمية ونشرتها القنوات الفضائية الغربية مرت بتلت مراحل المرحلة الأولى الإشادة غير العادية بعبقرية الجيش الأوكراني وإزاي أن أوكرانيا حققت امتصارات غير عادية في مواجهة روسيا المرحلة التالية بعدها بحوالي خمس ست شهور بدأوا يقفوا على الحياد وبدأوا يكشفوا السطار أن هناك ثمة هزائم بتواجهها أوكرانيا المرحلة التالتة بدأ يكشفوا الهزائم والخسائر الفادحة اللي بتتكبدها القوات الأوكرانية ثم المرحلة الأخيرة اللي احنا فيها دلوقتي إزاي روسيا حققت انتصاراتها على المصار العسكري والمصار الاقتصادي الكلام ده شفناه بالأمس في تقرير نشرته عدد من وسائل الأعلام الأمريكية نفسها وعدد من وسائل الأعلام الأوروبية مثلا مجلة بوليتيكو اللي هي دي طبعا مجلة أو أبرز المجلات ووسائل الأعلام الأمريكية في مجال السياسة المجلة دي بتختار كل سنة شخصية واحدة وتطلق عليها شخصية المدمر مدمر هذا العام اللي هو حقق عمليات وإنجازات غير متوقعة بالمرة إلى درجة أن هو قاد حرب في مواجهة الآخر النتيجة دمر هذا الآخر وحقق انتصارات لدولته فالمجلة دي بتختار في نهاية كل سنة شخصية واحدة شخصية المدمر السنة دي المجلة أعلنت بالأمس عن اسم شخصية العام أدراجت من بقى حضراتكم رئيسة البنك المركزي الروسي ألفيرا نابيولينا أدراجتها من ضمن تصنيف الأشخاص الأكثر نفوزا هذا العام رئيسة البنك المركزي الروسي دي تعتبر من وجهة نظر المجلة من ضمن الشخصيات اللي كان ليها تحركات والتأثير غير عادي على المصاري الدولي إلى درجة أن الست ديت بسبب السياسة بتاعتها اللي عملتها حققت انتصارات غير عادية لروسيا ودمرت الاقتصاد العالمي من أجل إنقاذ الاقتصاد الروسي ونجحت في ذلك المجلة منحت رئيسة البنك المركزي الروسي لقب مدمرة العام ليه بقى؟ أحبطت جميع المحاولات الغربية لضرب الروبل الروسي وطرى المجلة إن الإجراءات اللي اتخذها البنك المركزي الروسي بقيادة نبيولينا دعمت العملة الروسية الروبل وساعدت اقتصاد روسيا وقال التقرير بتاع المجلة من ضمن الحيسيات اللي نشرتها الاختيار الشخصية دي باعتبار إن هي شخصية العامل أكثر نفوزا قالت إن نبيولينا حصلت على هذا اللقب لأن سياستها النقدية المتشددة أنقذت الروبل الروسي عدة مرات وأبقت اقتصاد البلاد على قدميه بشكل غير طبيعي وأضافت إن استراتيجية نبيولينا نجحت في تجاوز تداعيات العقوبات الغربية غير المسبوقة اللي استهدفت إفراغ الخزانة الروسية في ذات الوقت اللي هذه السياسة نجحت في إن هي تحمل اقتصاد الروسي وتوجه ضربات غير عادية للاقتصاد الغربي شفت حضراتكم فسائل الأعلام الأمريكية بدأت تشيد إزاي؟ روسيا بعد ما كانت بتقود المواجهات ضد فلادمر بوتين رئيس روسيا إلى درجة إن هي ادعت إن الراجل ده مصاب بالسرطان يا حرام وإن هو عقليته مصاب بالسرطان نتاج ذلك أصدر قرارات من بينها اجتياح أوكرانيا ولذلك مستهزيه القرارات متخبطة تماما إلى درجة إن هم قالوا ده اللي هي وسائل الأعلام الأمريكية والغربية بشكل عام قالوا بالحرف الواحد إن الكريملين حاليا يبحث عن الرجل الثاني الذي سوف يتولى مقاليد الأمور ما كان فلادمر بوتين وصلوا في الأكاذب بتاعتهم لمداها نفس التوقيت اللي كل التقارير الأمريكية والغربية بشكل عام بتشيد وبدأت تشيد بانتصارات روسيا في المجال العسكري والمجال الاقتصادي بدأت نفس وسائل الإعلام حضراتكم تكشف السطار عن المسكوت عنه في قلب أوكرانيا شوفوا حضراتكم مثلا من ضمن التقارير تم كشف السطار عن ما يحدث في مكتب الرئيس الأوكراني فلادمير زيلانيسك نفسه حيث وجه مكتب الرئيس الأوكراني فلادمير زيلانيسك رؤساء الإدارات المحلية في أوكرانيا بوقف أي اتصالات مع قائد القوات الأوكرانية العسكرية فاليري زالوجني يمنع منعا بدتا حد يتعامل مع الشخص ده ليه حضراتكم؟ لأن زالوجني عد أصبح أصبح أقوى شخصية في قلب أوكرانيا حاليا إلى درجة أن هناك توجهات غربية بأن زالوجني ده هو اللي يتولى رئاسة أوكرانيا ليه حضراتكم؟ قائد القوات بتاعة أوكرانيا الراجل ده اعترف بعضمة لسانه وقال الغرب بيدعمنا ليه؟ إذا كنا احنا فشلنا أساسا في تحقيق ثمة انتصارات في مواجهة الجانب الروسي وبالتالي المفترض جدلا أن احنا نقعد على طاولة مفاوضات واحدة مع روسيا لأن احنا لازم نقعد بسرعة وبشكل سريع وإلا هيكون هناك هزائم متتالية لأن الدعم الغربي مش جايب نتيجة وبالتالي من مصلحتنا أن احنا نوقف الحرب في مواجهة روسيا ده التوجه اللي بيقوده بليري زالوجني اللي هو قائد القوات العسكرية الأوكرانية زالوجني ده بدأ يتبنى وجهة النظر دي أصبح الجيش الأوكراني بيلتف حواليه ليه؟ لأن الجيش الأوكراني بيواجه خسائر فادحة جدا وما فيش دعم ما فيش دعم من الغرب لأن الغرب وصل لمرحلة مؤدهة بح خلصت البرتيتة خلصت السبوبة ما عادش فيه دعم ليك لأنك انت فشلت في انك انت تتحقق تمت انتصارات وبالتالي أصبح فيه شخصيتين دلوقتي في أوكرانيا متصرعين شخصية لادمير زيلانيسكي اللي هو باقي على المصاري وباقي على الضرب ركوكو بس تجيبولي شوية دعم تانيين وكم تريليون دولار كده ولا حاجة وشوية أجهزة وعدة وعتاد عسكري وأنا هحقق الانتصار الكبير طبعا ثبت بالدليل القطع أنه هو رجل كذاب وأنه هو ما حققش أي انتصارات زي ما هو كان بيداعي وكانت بتنقل عن وسائل الإعلام الغربية الرجل الثاني اللي هو فاليري زالوجني أصبح هو الأكثر تأثيرا في المصارة على المصار الغرب وعلى المصار الأوكراني الشعب الأوكراني بدأ يلتف حوالين زالوجني لأنه هو بمثابة إنقاذ لأن الشعب الأوكراني خلاص ضج زهق إرف من الهزائم المتتالية ثم من دفع الثمن النتيجة مكتب زالانيسكي اتخذ هذه الخطوة اللي هو قطع الاتصالات مع فاليري زالوجني حتى لا تثير النخب المحلية أي جدل حوالين زالوجني وكتبت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية عن الصراع المشتعل ما بين زالانيسكي وزالوجني على خلفية فشل الهجوم الأوكراني المضاد جريدة الواشنطن بسطة أيضا الأمريكية قالت أن فاليري زالوجني بيحظى بشعبية يحظى بشعبية كبيرة ما بين مواطنية ويشكل تهديدا لزالانيسكي إذا قرر إذا قرر خوض السياسة يعني إذا قرر أن هو يخوض الانتخابات السياسية أو الانتخابات الأوكرانية القادمة اللي بتستعد لها أوكرانية حاليا واللي بيحاول زالانيسكي أن هو يأجلها لفترة طويلة إلا أن دول الاتحاد الأوروبي أعترضت على ذلك بأنه في تغيير شخصية رئيس أوكرانيا إنقاذ للموقف اللي محطوطة فيه أو اللي موضوعة فيه كل الدول بتاعة الناتو هم مش قادرين يتصرفه إزاي ولذلك زالانيسكي كان أقسم وكان ناقص إنه هو يحلف بالطلاق إنه هو مش هيوقف الحرب في مواجهة روسيا وإنه هو رفض الجلوس على طويلة مفاوضات مع أحده مع فلادمير بوتين طيب أنت عاوز تستمر في الحرب أنا مش قادر أدعمك وهو لو محققش انتصارات في الحرب اللي بيقودها ديت هيبقى شكل دول الناتو وحش قوي طيب في ذات الوقت هم مش قادرين أساسا يوصلوا دعمه وفي نفس توقيت الشعوب بتاعتهم بدأت تضغط عليهم توضعوا في الخية الحل من ده كله إنه هم يجروا انتخابات يتم الإطاحة بفلادمير زالانيسكي يجي رئيس آخر يعلن من ضمن البرنامج بتاعه قبل خوض الانتخابات الرئاسية إنه هو هيجلس على طاولة مفاوضات واحدة مع روسيا النتيجة هيحل حل يرضي جميع الأطراف ينقذ أوروبا ينقذ دول الناتو ينقذ أوكرانيا ينقذ روسيا أيضا لأن روسيا مش هتسيب أوكرانيا في حالها إلا بعد ما تدكها وتحقق الانتصارات الكبرى وتفرض شرطها وبالتالي بليري زالوجني هو الشخص الآخر وده اللي بتؤكد عليه جريدة الواشنطن بوست وقالت أن تصريحات زالوجني الأخيرة كشف فيها السطارة عن حالة الجمود على الجبهة الأوكرانية وفشل الهجوم المضاد الأوكراني وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وأن كل الحسابات الغربية والأوكرانية كانت خاطئة وهي التصريحات تالجريدة بتقول جريدة واشنطن بوست وهي التصريحات التي أغضبت فلادمير زيلانيسك وكانت إحدى العلامات غير المباشرة للصراع بينهما ولذلك الدنيا مولعة دلوقتي في ذات الوقت اللي الوضع على الجبهة الروسية بتحقق انتصارات غير عادية بوليتيكو تمنح رئيسة المركزي الروسي لقب مدمرة العام سببان وراء اللقب وسائل إعلام الأوكرانية زيلانيسك يمنع الإدارات المحلية من التواصل مع قائد القوات بتاعته طبعا الوضع بدأ يسوق في قلب أوكرانيا وبدأ يوصل لطريق مسدود النتيكة حاليا أوكرانيا تعاني في نزاعتها الأخيرة لأن الوضع في أوكرانيا أصبح كارسي جدا بعد منفض دول الناتو ونفض الغرب كله من حوالين أوكرانيا خليهم بقى يشرفوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة